بدنا نعرف لما يطلب مننا كيسي كيف انا بدي اوجدها مش بس انا اوجد التعبير تباعها انو شو التركيز المواد الناتجة على المواد المتفاعلة بس لا بدي اطلع قيمتها كرقم تمام فنبدأ باذن الله تعالى باول مثال مذكور عندنا في الكتاب ونفهمه صح حتى نقدر نوجد عندنا ثابت الاتزام طيب بحكيلي بالسؤال التاني التالي عفوا يصنع غاز الميثان وفق المعادلة الاتية المعادلة بتحكيلي CO زائد 3H2 بتنتج لCH4 زائد H2O بحكيلي احسب ثابت الاتزام اذا احتوى وعاء حجمه 2 لتر ركزوا معي كم الحجم هاي عندي V الحجم 2 لتر على 6 مول من CO اذا كم عدد مولات CO بتساويلي 6 مول تمام طيب اتنين بالعشرة مول من H2O اذا كم عدد مولات H2O تساويلي 2 بالعشرة مول هو 12 بالمية مول من TH4 اذا عنا 12 بالمية مول من TH4O وايضا في عندي 4 بالعشرة هاي طبعا المعطيات كلاتها 4 بالعشرة مول من H2O تحليل السؤال كلاتي نبدأ مع بعض احنا قصلا قريدي حللنا السؤال حطينا اعداد المولات وعنا حجم الوعاء اللي احنا موجود عنا فاذا الوعاء الموجود مص هاي شايفينه في عنا منه 2 لتر اذا حجمه 2 لتر بيحتويلي على 6 مول من CO 2 بالعشرة مول من H2O 12 بالمية مول من CH4 4 بالعشرة مول من H2O طيب تحليل السؤال للمعطيات كالتالي عنا عدد مولات CO اوجدناها اوجدناها عدد مولاتهم تمام حجم خلط الغازات عنا الحجم V 2 لتر طيب هو ايش طالب مني بيحكيلي احسب ثابت الاتزان يعني هو بده الكيسي طيب كيف بدنا نحسبه اول اشي حتى نحسب الكيسي حط قانونه تمام شوف احنا شو اللي مطلب منا حط قانون الكيسي هلا الكيسي فعليا عنا او خليني انا اكتبلكم اياه هون احسن ركزوا معي الكيسي اللي انا بدي اوجده شو بيساويلي بيساويلي تركيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة لكل منها مرفوع لقوة مساوية لمعاملاته طيب المواد الناتج عندي تركيز الح4 قوة واحد لانه معاملة واحد ضرب تركيز الح2 او كمان حس واحد لانه معاملة واحد عالا تركيز المواد المتفاعله اللي هي CO قوة واحد لانه معاملة واحد منلاقي هنا لانه اله2 مضروب طبعا بتركيز اله2 قص 3 تمام اللي هي تكعيب شايفينها طيب عشان اوجد قيمة الكيسي انا شو محتاجه محتاجه تركيز الح4 بقدر اوجده بتحكيلي اه مس ابسط اش توجده عدد مولاته اللي هي التركيز بساوي لعدد المولات على الحجم يعني اروح بحسب عن طريق اني اقسم عدد المولات على الحجم اللي معطنيها 12% على اثنين هي اوجدت تركيز الح4 طيب تركيز الح2 او بقدر اوجده نفس الاشي عدد مولاته على الحجم اللي هو اثنين طيب تركيز الح2 نفس الشي عدد مولاته على الحجم اللي هو اثنين تركيز الح2 نفس الاشي عدد مولاته على الحجم طبعا لما عرضه بالقانون بعمله اه اشتكعيب تمام؟ فهاي هي العملية يلي احنا اعملناها عندنا هون. اوجدنا المولارية او تركيز للـ CO بتساوي لعدد المولات على ايش؟ على v تمام؟ اللي هي عدد مولاتها على الحجم طلع عندنا تركيز CO ثلاثة بالعشرة مولار طيب تركيز الـ H2 عدد مولات على الحجم طلع عندنا تركيزها واحد بالعشرة مولار طيب التركيز الـ CH4 عدد مولاتها على الحجم عدد مولاتها 12 على الحجم 2 هيطلعنا تركيز نفس الشيء تركيز الماء اللي هي عدد المولات على الحجم بتساوي ل4% على 2 وتساوي 2% مولار تمام هلا شو اللي بنعمله بنعوض بالقانون حكينا شو هي اه تعبير ثابت اتزان كيف راح يكون اللي هي اه تركيز الـ CH4 مواد ناتجة في تركيز الـ H2O على تركيز الـ C4 في تركيز الـ H2O طبعا ايش بدي يكون تكعب بنعوض كل تركيز منهم لكن تركيز الـ H2O بنعوضه بنحط عنده تكعب تضرب وبتقسم بيطلع معك الناتج اربع فهيك فعليا الـ C4 كم بتساوي لي اربعة كم الوحدة حكيت لك راح نهملها في هذا الدرس وان شاء الله راح ندرسها في السناء القادم